إذن مشاهدين يبدو أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها حزب الله اللبنان لحماية قادته وعناصره لم تؤتي ثمارها فبالرغم من لجوء الحزب لتقنيات اتصالات قديمة خاصة البيجر ومنعه استخدام الهواتف النقالة إلا أن ما حدث عصر اليوم أثبت فشل هذه الحيلة جهاز البيجر الذي ازدهر خلال تسعينيات القرن الماضي قبل انتشار الهواتف النقالة هو جهاز اتصال لاسلكي يستخدم لإرسال إشارات أو رسائل نصية قصيرة إلى مستلم محدد ويصفه خبراء أمنيون بأنه أحد أدوات الإجراءات المضادة التي يستخدم فيها تقنيات قديمة قد تكون فعالة ضد قدرات التجسس عالي التقنية هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة أن حزب الله اللبناني بدأ باستخدام الرموز برسائل البيجر في محاولة للتهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل وليس البيجر وحده هو الوسيلة التي تبعها حزب الله لإخفاء رسائله وتعليماته فكان هناك السعات التي ينقلون الرسائل شفويا السعات الذين ينقلون الرسائل شفويا وشبكة الاتصالات الأرضية الخاصة بالحزب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر